ولمناقشة ملف الانتخابات مشاهدين الكرام ينضم إلينا مباشرة بغداد مدير المركز العراقي للدراسات الانتخابية السيد مقداد الشريفي سيد الشريفي مرحبا بك في دشرتنا لهذا اليوم ومن خلال خبرتك هنا هل ستقام سيد الشريفي الانتخابات في موعدها المحدد أم لا بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة الأجواء التي الآن متاحة خصوص الانتخابات نعتقد هناك تعقيدات في إجراءة الانتخابات في موعدها كان على مجلس النواب عقد اجتماع استثناء لتمرير قانون الانتخابات كون أنه قانون الانتخابات الآن النافذ فيه بعض الإشكالات يجب أيضا معالجتها منها إلغاء مراكز العد والفرز وأيضا إلغاء بعض الفقرات الواردة في القانون السابق كون أنه الآن هناك قانون جديد قانون أحزاب تم اعتماده بدل من أمر سلطة 1997 وعلى ذلك كان على مجلس النواب الإسراع بتمرير قانون الانتخابات حتى يتسنى للجهات المشرفة على الانتخابات الاستعدادات وإكمال الانتخابات في موعدها أعتقد هناك تحديات كبيرة سوف تواجه القائمين على إجراء الانتخابات ما لم يتم إقرار القانون الانتخابات في السرعة الممكنة طيب بذكرك لقانون الانتخابات هنا في حال تأخر إقرار هذا القانون سيد الشريفي كيف سيؤثر ذلك على الدعاية الانتخابية للكتل المتنافسة هنا على مدى جهوزيتهم لخوض هذه الانتخابات في الحقيقة يجب على الكتل السياسية والكتل المشكلة للبرلمان أن يتأخذ على عاتقها أن الانتخابات الآن في وضع حرج إذا لم تتم حقيقة إقرار قانون الانتخابات كون أن الانتخابات سوف يتحول إلى تعليمات وإجراءات من قبل المفوضة فبالتالي عدم إقرار القانون في موعده المخصص والذي يجعل المفوضية أن تعمل بأرياحية أعتقد سوف تسبب إحراجات في المستقبل ما لم يمرر القانون أضف إلى ذلك ليس التركيز على قانون انتخابات مجلس النواب فبالتالي هناك قانون آخر وقانون انتخابات مجلس المحافظات الذي لحد الآن لم يمرر بسبب موضوع كاركوك حسب ما ورده في تقريركم وأيضا في سبب أعداد المقاعد لكل محافظات لحد الآن أيضا لم يحسم فبالتالي هذه إشكالات فنية سوف تحيق عمل القائمين على إجراءة الانتخابات هل هناك سيد الشريفي نعم ما لم تصدر هذه القوانين عفوا هل هناك مدة قانونية التي في مداها يجب إقرار هذا القانون قبل الانتخابات يعني في الحقيقة عودنا مجلس النواب في هذه الدورة الدورة السابقة دائما يقر قانون الانتخابات في وقت حرج يحرج به المؤسسة المشرفة على الانتخاب فبالتالي نعم لا يوجد هناك وقت محدد هذه الأوقات تحددها المفوضية كون لدى المفوضية جدول زمني يمكن الاستفسار من المفوضية هل هناك وقت الآن بقي لإجراء الانتخابات من عدم بل كون هناك جدول زمني يتعارض مع توقيتات إقرار القانون على الجميع تحمل المسؤولية وتمرير القانون بسرعة يعني يجعل للمؤسسة إجراء هذه الانتخابات أضف إلى ذلك هناك أيضا مشكلة أخرى هي قانون الموازنة فبالتالي على مجلس النواب أيضا تمرير قانون الموازنة لوجود أموال خاصة نعم فبالتالي أعتقد هناك ستظهر في الأيام القادمة بعض الكتل السياسية التي تريد الراغبة بتأجيل الانتخابات لكن سوف تضغط على عدم تمرير قانون الانتخابات والتسويب في تمرير الموازنة قصدا منها لتأجيل الانتخابات بصورة غير مباشرة على جميع الاحترام المدد الدستورية الواردة في الدستور وإجراء الانتخابات في موعدها وهذا هو ما منصوص عليه في الدستور أعتقد أن مجلس النواب في هذه المرحلة يجب أن يعقد جلسة استثنائية لتمرير قانون الانتخابات مجالس المحافظات وقانون مجلس النواب فبالتالي إذا لم يتم حسمهما في السرعة أعتقد ستكون هناك مشكلة كبيرة في إجراء الانتخابات الموعدة كم من الوقت هنا تحتاجه مفوضية الانتخابات لإتمام إجراءاتها اللوجستية في الحقيقة من خلال عملنا السابق في المفوضية عدينا جدول زمني وحسب علمي الأخوان أيضا في المجلس الجديد أيضا لديهم جدول ولديهم رؤية أخرى بتحديد المواعيد الخاصة بإجراء الانتخابات أعتقد لحد الآن أؤكد أن هناك حرج إذا ما تم تمرير القانون في وقته وأقرار الموازنة لإجراء الانتخابات في موعدها التوقيتات الدقيقة يمكن الاستفسار موعدها من خلال المفوضية كون المفوضية لديها جدول زمني وهذا جدول زمني متحرك ويمكن من خلال سؤال المفوضية على هذه الجدول معرفة التواريخ الدقيقة التي سوف تحرج المفوضية بالحديث هنا عن ميزانية المفوضية أو مفوضية الانتخابات حصلت المفوضية هنا على مساعدات من الولايات المتحدة على مساعدات من الأمم المتحدة هل ستكفيها هذه المساعدات لحين إقرار الموازنة؟ في الحقيقة نحن استمعنا من خلال الإعلام هذه الموضوع أعتقد هذه الأموال دائما لا تؤطى للمفوضية بصورة مباشرة لصرفها مثلا على ما تحتاجها من أمور خاصة برواتم موظفي الاختراع التي هي الرقم الكبير من الميزانية أو التعاقدات الدولية هذه الأموال تُعطى دائما إلى منظمات ومؤسسات تدعم النشاط الانتخابي بالبلد وأيضا تعطيها إلى تدريب موظفي المفوضية لا أعتقد سوف تُعطى كأموال إلى المفوضية ليتم التصرف هناك ميزانية مرصودة وأنا لاحظت من خلال الموازنة الحكومة العراقية وضعت ميزانية كبيرة إلى للمفوضية لإنجاح عملية الانتخابات من الضروري تمرير الموازنة بالسرعة الممكنة حتى تسنى للجهة المشرفة على الانتخابات العمل بأرياحية وبدون أي ضغوط محوري الأخير سيد شريفي هو عن النازحين نازحي الأنباري هنا ونازحي الموصل هل سترسل المفوضية هنا لجانا مثلا إلى المخيمات تمكينهم هنا من التصويت لمحافظاتهم في الحقيقة في السابق كانت لجانك وفي المكاتب المحافظات حسب ما عملنا في السابق لرصد هؤلاء النازحين وأعتقد هنا قاعدة بيانات الآن لدى المفوضية بخصوص هذا الموضوع وهذا بخصوص موضوع النازحين وإجراءات في كل الانتخابات ليس في هذه الانتخابات الانتخابات السابقة أيضا إجراءات خاصة بالنازحين والمهجرين أعتقد المفوضية نحن عملنا من خلال عملنا سابق على أعداد قاعدة بيانات وسجل خاص بالنازحين وأعتقد المفوضية سائر بهذا الاتجاه لتوفير فرصة لجميع العراقين لإجراء الانتخابات كنت معنا مباشرة بغداد الخبير في شؤون الانتخابات السيد مقداد الشريفي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر